بدايةً قبل ما نتكلم على الطلاق وأنواع وأقسامه ماشي لازم نستعرف الأول إن الطلاق هو رفع قيد النكاح رفع قيد النكاح طلاق بيناسب لقسمين قسم الأولاني وهو الطلاق البائن اللي بيعقعه الزوب بالإرادة المنفردة يبقى ما نيجي نقسم الطلاق حيبقى فيه طلاق بيقع من الزوب بالإرادة المنفردة له وفيه طلاق اللي هو بحكم المحكمة اللي هنتكلم في أنواعه باستفادة واحدة واحدة يعني الطلاق الأول اللي هو الطلاق البائن اللي هو الزوب بيغض إذا كان بائن أو راجع ما أنا هتكلم فيه يا صاح هذا الطلاق أول ما بيقعه بيرفع عنه قيد النكاح تمام بمعنى خضرك بتسأل والله هو أول ما يقول إنها طالق أنت طالق فعلا بتبقى طالق ويرفع قيد النكاح تمام فنتكلم في القسم الأولاني اللي هو اللي هو الطلاق اللي بيقعوا أو بيوقعوا الزوب تمام الطلاق ده قسمين الطلاق بائن بيبقوا الطرفين وصد بعض وفي الحالة دي في نفس الحال بيرفع قيد النكاح بينهم هما الاتنين ولا يحلوا البعض إلا بزيارات جديد تمام والطلاق التالي الطلاق الرجعي تمام طيب 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 سؤال بس أنا بكلف السادة المشاهدين اللي أنا بقول لكله رجال القانون والسادة المحامين كله حفظينه وعارفينه أحسن مني كمان تمام